بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بذن الله اليوم حلمي كتاب Engineering Mechanics Statistics الطبعة السابعة للشابتر الثاني السؤال الخامس الهدف من السؤال هذا وضعي له يعني وحلي أوريك كيف تحول الشكل اللي أمامك هذا إلى شكل جدا بسيط يعني لا تهاب الأشكال ولا تخافها عادي تعامل معها تعامل بسيط فنجي الآن ونشوف كيف راح نتعامل معها بإذن الله بس خلنا نصلح الأغراض عندي هنا الآن دائما وأبدا أقول دائما استراتيجيتي بالحل أني أروح هنا للنقطة الانطلاقة هاي دائما وأخليها هي المحور خليها دائما هي المحور فلذلك راح يكون عندي مثلا المحور الجديد مثلا راح نقل كذا ثم بعدها تقريبا كذا فهي من نقطة هنا تقريبا راح تنزل تحت فلذلك هذه كانت تقريبا الف وثمامية نيوتن كل اللي عليه الآن فقط أبي أوجد الزاوية هذه الزاوية هذه هي هذه اللي يقابل محور الواي هذا هو محور الواي طبعا في السالب وهنا X هنا السالب Y هنا السالب X طيب جدا جميل أنا عندي الزاوية هذه كيف أوجدها دائما نقول أي زاوية نروح هنا على جنب ونقول tan أو عفوا ثيتا تساوي tan inverse اللي هو مقابل الزاوية ثلاثة على مجاورها مقابل الزاوية على مجاورها هذا حسبتها بالآلة راح تطلع لك كم تقريبا 37 راح تطلع لك تقريبا 37 درجة طيب جميل جدا جدا عرفنا الزاوية تقدر توجد الباقي خلص راح تقول الآن عندك الف X ساوي الف X الآن صار هذا هو هنا تقريبا نسقاط هذا وتحت سقطه هذا هو دائما مقابل الزاوية إذا راح يكون sine فتقول 1800 طيب سالب ولا موجب سالب لننتقى على المحور السالب قلنا مقابل الزاوية sine 37 هذا راح يعطيني كم تقريبا راح يعطيني 183 نيوت إذا راح تحليتها بالY أيضا بالسالب نسقاط على الY السالب 1800 دائما تأخذ عكسي لفوق cosine راح يعطيك 1400 كم 37 نيوتن خلص راح تقول الفيكتور إذن اللي هو X سالب 83 I ناقص 1473 J نيوتن هذا هو الحل باختصار ما حب تزيد وعيد وتفلسف لأن المسألة ما تستحمل الفلسفة فيها يعني فقط كان هدفي أن يبين لك كيف تحول الشكل اللي قدامك هذا من منظر مخيف إلى منظر مألوف بسيط هذا كان هدفي فقط من السؤال هذا وليس التحليل والحل اللي تشوفون قدامك هذا بسيط جدا يفترض أنك تعرف كيف تكمل الخطوة اللي بعدها أرجو أن الفيديو كان بسيط وواضح وصلى الله وسلم على النبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين سبحانك الله ومبي حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك